ماروك أخبار يوميا السلام عليكم ورحمة الله من عجز جنسي حاد أترى على حياته الزوجية وفقا لما أوردته يوم الصباح في عددها الصادر ليوم الأربعاء وتمسك دفاع المتهمة ببرائته من التهمة معتبرا أن الشكاية كيدية بحكم أن الضحية لها علاقات معديدة مع غرباء وأنها حاول تلفق التهمة له وهي الدفوعات التي أكدها شهود مقترحا إخضاعا للرادع ووالدته والمتهمة للخبرة الجينية للحسم في الموضوع وتقدم دفاع المتهم أمام قاضي التحقيق بشهادة طبية تؤكد أنه غير قادر على ممارسة الجنس وبالتالي الإنجاب بسبب معاناته عجزا جنسيا وأنه يعيش علاقة متوترة مع زوجته بسبب وضعه الصحي وتعود تفاصيل القضية حسب ذات اليومية عندما تقدمت فتاة تبلغ من العمر أربع عشر سنة بشكاية إلى الوكيل العام للملك باستئنافية القناطرة تتهم فيها مستخدما بوكالة لتحويل الأموال متزوج باستدراجها إلى منزله واغتصابها ما نتج عنه حمل وإنجاب طفل وأفادت الفتاة في شكايتها أنها ربطت علاقة مع المستخدم فوعدها بالزواج وفي مناسبة دعها لمرافقته في حدود العشر ليلا إلى شقةه للتعرف على عائلته فاستجابت لطلبه وبمجرد ولوجها الشقة جرادها من ملابسها بالعنف واغتصبها وبعدها اكتشفت أنها حامل فأشعرته بالأمر فظل يتهرب منها إلى أن أنجبت رضيعها فظلت تطالبه بالاعتراف به وعندما تمسك بالرفض قررت متابعته قضائيا من جهته نفى المستخدم معرفته بالضحية أو معاشرتها جنسيا بحكم أنه متزوج ويغادر القنيطرة صوبة المحمدية كل نهاية أسبوع للقاء زوجته مؤكدا أن حياته الزوجية غير مستقرة بسبب معاناته عجزا جنسيا حادا يخضع بسببه للعلاج من قبل مختصين منذ فترة طويلة وسلم للمحققين شهادة طبية تؤكد تصريحاته وأحيل المستخدم على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف وأثناء استنطاقه تمسك بتصريحاته أمام الضابط القضائية إذ شدد على أنه عاجز جنسيا لذلك يستحيل تورطه في اغتصابها والسعان المشتبه فيه بشهود أكدوا أن الفتاة لها علاقة سابقة مع أشخاص والسبعد تورطه في اغتصابها وبعد أن تمسك كل طرف بروايتها أمر وكيل العامل المالك بإحالة الملف على قضي التحقيق من أجل تعميق البحث نشكركم على حسين المتابعة قناة ماروك أخبار يومي